سلطة لديدة وراقية كتجي رائعة شكلا ومداقا بمكونات جد بسيطة كتجي بحلط طرطة مداقها هائل اول حاجة غدي نحضر المايوناز عندي نصف كاس ديال الحليب سائل قطع عسين ديال الجبن مجلت ملح بحسب الدوك القليل من اللي بزارلي هو الفلفل الاسود ممكن نضيفو حتى شوية ديال المتغض قطع عسين ديال الجبن متلت هاد المايوناز شاركتها معاكم في الصفحة ديالي في الفيسبوك وكذلك في الانستغرام عندي هناك كاس مع مرشبين زيت نباتية وزيت الزيتون وملعقة كبيرة من الخل كنخفق هدوك المكونات اللولين مزيان كنضيف هنا ملعقة كبيرة من الخل وكنبقى كنضيف الزيت شوية بشوية كم ما ذكرت لكم عندي كاس معا مرش فيه زيت الزيتون وزيت نباتية ممكن نديرو نوع واحد اما الزيت رومي او زيت الزيتون انا كنخلط بيناتهم كنبقى كنضيف شوية بشوية وكنخلط مزيان هي كتعقاد وقدما كتديروها في التلاجة كتعقاد وكتجي رائعة ولديدة بزاف كي كل قوام ديالها هاكا كاتب كم ما كتلاحظو غدي نغطيها وندخلها لتلاجة كتبرد عندي الخضر هنا استعملت خيزو والقرعة خضراء واللوبيا كلهم منقيين ومنصولين وطيبتهم على البخار كما اللي احتو لهم في الكسكاس يعني فورتهم كنخلطهم ديرو اي نوع ديال الخضر عندكم خديت ايضا فلفل خضراء وعلبة ديال الفطر معلب وهو الشومبينيو وشحرتهم في الملحة وشوية اللي بزار والقليل من الزيت الفلو الشومبينيو من بعد كنضيف اه علبتين ديال طون مصفة من الزيت ممكن نضيفه اي نوع ديال الخضر بغيتو وغادي نسمها بهديك سلصة المايونيز ممكن ديرو هادي ممكن ديرو جاهزة حسب الرغبة ديالكم انا ديال كنستعمل كتجي رائعة جدا وكتجي لديدة بزاف كنسم بشوية الملحة وشوية اللي بزار الخلة راه كين في سلصة المايونيز وكنخلط كل شي مزيان ضروري ما تديرو المايونيز والطون حتي تكون بردة الخضر الاولى نخلط كل شي مزيان عندي ايضا البطاطا اما كتديروها بالقشرة ديالها او مقطعة كتطيبوها الى البخاري الا كنسب القشرة راه كتديروها بالماء كتقشر او كتصفى من الماء الى سلقتوها كان معك هاو هي سخونة كنضيف لها الملحة والبزار وكنخلط كل شي مزيان راه نضيف لها تحتية شوية ديال سلصة المايونيز وكذلك شوية ديال فروماج محكوك ما تتصورش ليه في هاد لقطة هادي هادي نضيفه من بعد ما ننضيف المايونيز مايونيز غير كتعطيها لده وكتخليها تجي متماسكة اكتر بالنسبة الكيمياء ديال الطاطا والخضر حسب المول فاشغا دي تستعملون تومه واش عائلة كبيرة او صغيرة حسب الرغبة ديالكم كناخد صحن ديال التقديم فاش غادي نقدمها ممكن نديرو اي اطار من الاختيار ديالكم او مول ديال كيك اللي عندكم اللي بغيتو كتديرو انا اخديت اه صحن وصعق كالدائري عدي ناخد نصف الكيمياء ديال البطاطس كتكون باردة بطبعة الحال كناخد نصف ديالها كنديرو كطبقة اولى كما اذكرت لكم ارا انا مضفت فيها شوية ديال فروماج محكوك وكناخد هديك الخضر اللي خلطت كاملة كتجي هاد الخضر بهاد الماداقات رائعة جدا يعني مفيهاش ناكهات كثيرة يعني ماداقات ديال الخضر وهدي كسلسط المايونيز كتعطيها ماداقة رائعة كنديرها كطبقة تانية وكنضغط مزيان ضروري ما تضغطو مزيان من بعد غضي نضيف الطبقة التانية ديال البطاطس كما اذكرت لكم الكيمية ديال البطاطا يعني حسب المتوفرة راح ساب الرغبة ديالكم بطبيعة للحال سوف غادي نسرحها كطبقة تالتة ونقاد الوجه ديالها اه كنتو بغيتو ديروها قبل راكت دخلوها للتلاجة حتى تبرد مزيان احد كتزينوها وتقدموها كنتو يعني المكونات كلها باردة راكت دريسيوها كتقدموها مباشرة زينت الوجه ديالها شوية ديال فروماج محكوك ممكن نزينوه باش مما بغيتو ممكن ديرو طبقة ديال طون وجنب ديرو اه طوماتسو غيز ممكن ديرو الخيار اللي بغيتو كما لاحظو كتجي متماسكة كتجي بحل اه طرطة جنباس ديالها غادي نزينها بالخيار هكا قسم قطعتو قشرتو كامل وقسم قشرتو شوية شوية وباش كيعطينا واحد لما نايدرها كازوين والوجه ديال لادرتلا شوية ديال بابو ممكن ديرو شوية ديال معدنوس مقطع ممكن ديرو كما اذكرت لكم اه طوماتسو غيز كتقطع را كتجي طبقات متماسكة كتجي بحل طرطة رائعة ولديدة بالزابش حاجة راقية وبمكونات جد بسيطة وبصحة وراحة